بسم الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتكم ساميرا كويزين اليوم إن شاء الله وصفة صندويتش الطاكوس الشهير لكل شي يحمق عليه صندويتش الديد بزاف ويستحق تجربة ويبغيها صغار وكبار أنا صراحة مكونات متاع وكلها الديدة وبنينة تنتمنا إن شاء الله هذا الوصفة ديالة الطاكوس المنزيلي بدون كريم فرش وكذلك بدون آلة البانيني تنال إعجابكم أخواتكم في العادة تشجعونا باللايكات كذلك الاشتراك بالنسبة للبنات اللي أول مرة يزون القناة تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش تتوصلوا بجديد الفيديوهات وعلى بركتي الله هذي نحتاجون طاكوس ديالنا لهذا المقادير اللي كتظهر معكم على الصورة اللي هي عبارة على ميتين وخمسين جرام من لحم المفروم حبة متوسطة الحجم من البصل اللي قطعناها رقيق عندي هنا شرائح ديال ديكرومي وممكن كذلك نسخدموه صدر الدجاج اللي قطعتوه شرائح عندي تقريبا هنا وحد تلتمية وخمسين حتى ربعمية قرام مهم تديرو نفس الكيمياء ديت اللحم المفروم أو ممكن تعملوه فحاليا نكترت اللحم ديال ديكرومي لأنه يبقى اقتصادي في المتناول فاختاريت أنني كتر منه بشجين هكيا العدد من صندويتشات أكتر عندي قزبورو مع النوس اللي ممكن نحذفوه لك أنت عندنا الكفتا متبلة من قبل عندي الملح والإبزار أو الفلفل الأسود سلصات الخاردن أو المونطارد عندي غدي نعود لكريم فريش بوح الكاس من الياغورت الطبيعي وعندنا السر ديال المحلات في تحضير الطاكوس اللي هو توم بودرة وكذلك البصل المجفف عندي هنا ياش نتوفر شرائح يعني شيبس نتع البصلة إلا ممكن بغيته ونقدر نتحنوها نستخدموها كل ديق الوقت فهو على الأيين غدي يدوب مع تتبيلة ديال ديكرومي وإلا ما متوفرنش أخواتي جوجد العناصر ممكن تعاوضوهم بالبصل والتوم العادي وتوابل كذلك المغربية العادية تحميرا بزار كمون سكنجبير وخرقوم كذلك سلصة الخردل والياغورت الطبيعي ونحرك العناصر جيدا ونجعله من الأفضل أخواتي هاد لما ريناد نديروها لصدر الدجاج أو الديكرومي ونجعلها واحد ساعة أو ساعتين كيجي النتيجة أفضل وكيجي يجي يجيون الشرائح تيد دوبو في الفم وكيجي ولد بزفر غدي ندير إضافة ملعقة ثانية من عصر الحامض غدي نخليوه جانبان وغدي ندوزوه على بركة الله على النار في مقلات غدي نوضعو القليل من زيت المائدات قريبا جوج مع الكبار غدي نضيف البصل مفروم مع التحريك حتى تنزل عندنا أخواتي البصلة ومن بعد غدي نضيفه اللحم المفروم اللي غدي نقول لكم أخواتي دائما الكيمية كتبقى على حسب عدد الأفراد الأسرة وش حال دي الصند ويش هتبقوا تتحضروا جاتكم مكمية اللي عندي في الفيديو قليلة ممكن تضعفه أو كتيرة فممكن تنقصه على حسب المقدور دي لكل واحد غدي نستمر أخواتي في التحريك غدي نضيف قليل من الإبزار قليل من الملح من الأفضل ما نكتروش أخواتي الملح اللي عندنا السلسات اللي غدي نرافقوا بهم طاكوس كيكونوا شوية مالحين كيكونوا من السمين وحتى الفرماج حتى هو كيكون مالح غدي نستخدموا جد الأنواع دي الفرماج وبنسبة للوصفات يعني المحلات كيعملوا سلسات الجبن اللي كتكون محضرة بواحد كيمية كبيرة دي الجبن فاحنا باش تبقى الوصفة ديتنا اقتصادية حضرناها بكيمية قليلة تاعت الجبن وتعطي نفس النتيجة بشهادة دي الشباب اللي تتناولوه عادة خارج البيت فهم قالوا بشهادتهم هما 100% بحال جاهز الحمد لله فكنتمنى شاء الله تتنال إعجابكم أخواتي هاد الوصفة وتجربوها لوليداتكم اقتصادية أكيد فغدي نحذفو أخواتي بعد ما طابت عندنا الكفتة أو اللحم المفروم مع البصلة وفي نفس المقلات غدي ننضيفوه الكمية قليلة ديلة زيت المائدة تقريبا جوج معال كبار وغدي نوضع فيها شرائح ديلة الدك الرومي اللي تبقى لنا وعلى نار متوسطة دائما مع التحريك أكيد غنحتاجو ننزلوه كل الصلصة اللي تبقات في الإناء ومرة مرة نحركو أخواتي اسم حولي أخواتي كان نسيت ما ذكرتش لكم في المقادير ملعقة كبيرة من صلصة الصوجة اللي كتواتا بشكل كبير مع اللحم البيضة وممكن أخواتي لما كانتش عندكم فممكن تصغناوا عليها نستمر في التحريك حتى يبلي النتجاج رهطاب وفي هذه الأثناء أخواتي أنا حضرت البطاطا المقلية أو للفريت نستمروا أخواتي في التحريك ديل شرائح ديلة الدك الرومي على هذا الشكل حتى يبلينا أنهم تقلص الحجم ديلهم وذلك الصلصة تشربوها ونشفات وأكيد إلا كنتو أخواتي مبتدئات ممكن تضوقوا الصلصة ديلتكم على حسب إلا كانت خاصها ملحة أو بزار فتضيفوا لها إضافات على حسب الدقن تاكل واحد كنتشوفوا الصلصة قريباً هاي انشفات أنا أضفت ما تبقى من بودرة ديلت التوم وشرائح ديلتكم على البصل مجفف كنتشوفوا صافي هنا يا شنشفات عندنا الصلصة طاب عندنا ديك الرومي جربتوا معكم أخواتي من الملعقة كنتشوفوا الدخل ديله كايبان بيض وأكيد الحجم ديله كيتقلص وكينجف من ديك الصلصة وغديندوزوا على بكات الليل تحضير السلصة الجزائرية اللي مشهورة مع التاكوس كيني صراحة سلصة كتيرة سوس ساموراي سوس بزاف ديل اللي سوس وحنا غدينحضرهم في البيت انطلاقان ثلاثة ديال معلق ديال المايونيز سلصة الحارة القليل فقط وسلصة الكيتشوب قريباً محجوج معالكبار ونحركوا أخواتي ونتحكموا في الدوقن تاع على حساب دوقنا ممكن نضيفوا الحار بالنسبة كبيرة أو قليلة فعلى حساب الماداق اللي بغينا نحصلوا عليه حناية إذا كتشوفوا أخواتي السلصة متوفرين في الأسواق سبقوا وذكرتها لكم أنهم غير تجارة فقط ممكن احنا نحضرهم في البيت ونتحكموا في الماداق متاع ممكن نضيفوا ليهم إضافات من الصيبولات مع دنوس بصلة أو تومة كيبقى لكم أخواتي حرية الاختيار فاحنا نحضرهم في البيت أفضل مأننا نشريهم بوحدة الثمان الكبير سوف نأخذوا أخواتي هادو ملعناص اللي سوف نحتاجوا بطاطان ونضيف جبنة الشيدر واحد كمية قليلة وسوف نستخدم هنا الخبز متاع التورتية اللي جاهز وكان وعدكم إن شاء الله في القناة سوف نحضر لكم إن شاء الله أنواع عن تاع العيش أو خبز تورتية إن شاء الله بأفسط الطرق سوف نوضع صلصة الجزائرية وتحييتنا لكل أخوات المتتبعات من جميع أنحاء العالم بدون عنصرية الحمد لله كلنا كنتسمى وأمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فما كنتشي فرق بيناتنا ولله الحمد صافي أخواتي وضعت صلصة الجزائرية وضعت عليها الكفتاء وضعت صلصة الجزائرية على شكل مستطيل وضعت صندويتشات وضعت صلصة الجزائرية وضعت صلصة الجزائرية على شكل مستطيل ونوضع كذلك جبنة الشيدر ونغلق من الجوانب نحاول نعطيه شكل مستطيل أخواتي سهل في التحضير هذا الصندويتش هذا وعطاني ما شاء الله كمية كبيرة استديا الصندويتشات بحجم كبير بميزانية ممكن تكفي جوجد الناس إلا بغينا نحضره في البيت فالله جوجد الناس اللي يأكلوا طاكوس في المحلات ونستمتعوا به في وصفة منزلية اقتصادية فكتشوفوا أخواتي حضرت الصندويتش وما هذا ما بقالي إلا ندزل طريقة الطهي اللي هي بدون آلة البانيني واللي كيتوفروا على البانيني أكيد غاجيهم أسهل وأسرع فنحتاجوا المقلات متع الشيواء نحاولوا أخواتي نحطها مرة وحدا موقشن كل مرة نحركها باش يترسموا عندي ذلك خطوط متع التحميص يا جميع العناصرها طيبة من قبل فالصغير ذلك الجبن يدوب ويتماسك لنا مع اللحوم والبطاطا اللي عندنا في صندويتش ويتحمص لنا الوجه نتاع الخبز نتاع التورتية اللي كيكون طيب نص طيبة صوغي وحد تحميصها قليلة فهو رقيق في السمك نتاعه فضغيك يتحمص دقيقة وحدا كتكون كافية كتشوف أخواتي أنا كنضغط بهذا الأداة نتاع الكوزينة فممكن أخواتي تضغطوا عليه بأي أداة شي حاجات تقيلة وتبقى تضغطوا عليه هكيا باش ياخد واحد تحميص في الوجه نتاعه وكي يجي شكل دياله زوين بحل جاهز شكلا وما داقان وكذلك كي يشهي كتشوف أخواتي أنا اخديت المقلة وبديت كنقلبها باش بها كي يجيوني شكل واضحين فمرة كندير الخطوط ديال المقلات شكل عمودي ومرة بشكل أفقي أفقي عفوا مش كي يجيوني ديكلي موتي فزوينين كي يشهي وكي يبن تماما بحل جاهز بشاهدة الشباب اللي عندنا في البيت اللي كي يكلوه بزاف خارج البيت فكنت من أخواتي احتنتوا مات تجربوا نصفة لأنه صراحة تستحق لديدة بزاف وسهلة وسريعة واقتصادية أكيد كتشوفوا كلها مرة كنحاول نقلب المقلات باش يجيوني الرسمات متناسقين وزوينين ما كيخدش معانا أخواتي وقت طويل دغية دغية كيوجد وكنقدموه سخون مرافق مع البطاطا المقلية ومع الصلصة الجزائرية اللي حضرنا وممكن تحضروا صلصات كتير لأكثر استخداما في صندويتشات تعالش الله وأي تساؤل او استفسار مرحبا من خلال خالة التعليقات وكتشوفوا دوات تاكس ديالنا الشكل النهائي ديالو كانت من أخواتينا الإعجابكو تعملوا الشيار بارتاج مشاركة مع الأهل والأصدق في مواقع التواصل الاجتماعي وتخليونا نوصلوا هذا الفيديو العدد كبير من اللايكات باش إن شاء الله تشجعونا للإجدهاد والمزيد من العطاء بإذن الله تعالى أخواتي جربوه مادش ندموره كيجي رائع كشوفوا قطعتو لكم تشوفوه من الداخل كيجي رائع تماما بحل جاهز كيجي رائع رائع بزاف وذيك الجبن كيزيد واحد لده وكيقلي يكون متماسك كيتقدم سخون مع البطاطا فريت أوب صحة والراحة مبقى لياينا نودعكم نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله